السلام عليكم شباب معكم جاد ريفن أول جدي في هذا الفيديو سأتكلم معكم عن برنامجين استخدهم في تسجيل الفيديوهات وفي لايف ستريم طبعا أكثر من واحد سألني عن البرامج اللي استخدمها وسألني عن الـ Game setup الموجود عندي طبعا هذا الفيديو سأشرح لكم بس البرامج والفيديو الثاني سأشرح لكم الـ Game setup اللي عندي موجود في الغرفة الشاشات والموجودة كل الأشياء الموجودة عندي فطبعا خلني ابتدي بهذا الموضوع طبعا أنا استخدم برنامجين واحد اسمه Game Capture HD حق الـ Elgato نفس الأصلي إنه عندي قطعة الـ Elgato والثاني OBS أو اسمه Open Broadcast Software طبعا السبب الوحيد اللي خليني استخدم الـ Game Capture شي واحد إنك إذا مثلا اللي عدتوا مدة ساعة أو ساعتين وحبيت السجل كل اللي لعبته أو مقطع معين تقدر ترجع في الـ Timeline وتختار الفيديو هذا السبب الوحيد اللي خليني أختار هذا البرنامج سبب الثاني ما في لأنه برنامج غبي في الـ Stream مع أن كل ما يحاولوا يطورون فيه يظل غبي ويظل ثقيل ويعلق كثير أنا ما أذهلي من السبب القطعة اللي عندي ما أتوقع بس الكل يشتكي من هذه المشكلة البرنامج ثقيل وصعب في الـ Stream وصعب في التحكم فيه ليس في التحكم فيه في التعامل معه مع الجهاز مع أن الجهاز يقوي مو ضعيف أبدا مر الجهاز يقوي بس إن البرنامج غبي فراح نكنسل عليه ونروح البرنامج اللي بعده طبعا البرنامج اللي استخدمه اسمه Open Broadcast طبعا برنامج مجاني تقدر تحمله من هذا الموقع طبعا راح أضع لكم رابط الصوتون تحت وإذا مات بالبرنامج الرابط تكتب OBS Enter في جوجل راح يطلع لك أول موقع تدخله طبعا لازم يكون جهازك ويندوز حق الماك ما راح ينفهمهاك تضغط على ويندوز 7A 10 أو حتى يمكن XB يزبط ماك أو إذا تبقى إصارات قديمة تختار من هذا الرابط في المهم هذا برنامج مجاني وحجمه خفيف وممتاز في التعامل بس راح أشرح لكم بالتفصيل وأرويكم كيف تسجل HD وتسوي stream HD وتتحكم في الجودة بشكل كبير المهم نتخل لمحور حديثنا أول ما تفتح برنامج تروح settings طبعا عندك profile تقدر تسوي لك أكثر من profile أو ملف كما تختار واحد يغير لك أدادة كامل على حسب أن تشتبي أنا حاليا نحط IG stream هذا الخيار اللي أسوي في stream حاليا أنا فخلي نروح الإنكودينج طبعا الإنكودينج تقدر تتحكم في جودة الصوت وجودة الفيديو طبعا لازم تخلي هذه تختار X2064 X264 وتخلي هذه صح وهذه صح شرحهم طويل بس خليهم صح أختصلك الموضوع الماكس بيت ريت هذي هنا إذا تغير هذا الرقم تتغير معاك الجودة وطبعا يعتمد على ال upload فكل مرتفع الرقم زادت الجودة وصار ال upload حق ال stream أذكر طبعا حق تعرف هذا الرقم كم اللي تبي حق live stream لازم شو تسوي تروح الإنترنت سوي speed test طبعا هذا speed test اللي حقي خلنا نسوي test again طبعا إذا تبي هذا موقع حقي تكتب بس speed test راح يفتح لكيه أو راح يحط لكم رابط وصوشن تحت في description طبعا ال download عندي حاليا 77-76 شي جيد بالنسبة للشرق الأوسط شي ممتاز فالمشكلة الزبدة في upload طبعا إذا 1 ميجا راح يكون في برنامج 1000 bitrate و 2 ميجا راح يكون 2000 خلنا نشوف اللي عندي طبعا إذا ما تشوفوا نحن حاليا تقريبا 11 ال upload موجود ما راح تجيب الحد الأقسم من الإنترنت اللي عندك الموجود عادة فتشوف الرقم الموجود اللي يوصل لك لجهازك طبعا أن يوصل من 12 إذا تبي لتسوي live stream الحد الأخصى أنك تستخدم 6000 أو 6 ميجا تستخدم 6000 bitrate زي ما تصير فنفتح موقع هني حد الأخصى أقدر 6000 بس طبعا 6000 بالنسبة لل live stream شي كبير مرة كبير ما تحتاج هذا الرقم فشنل نسوي نفتح موقع twitch حاطي لك خيارات الجودة الموجودة وطبعا هذي خيارات تقدر تتحكم فيها في التسجيل طبعا بين 3000 و 3500 هذي full HD 1080p وبين 1800 و 2500 720 يكون HD بس مو full HD و 400 و 800 بين 900 و 1200 و انت نازل مع هذي الأرقام طبعا هذي الأرقام مهمة لازم تحفظها أو تخزن هذا الموقع عندك لاحطوا بكم يا طبعا الرابط في ال description إلا عليك تضغط على الرابط ويفتح لك إياه وتشوف الأرقام طبعا حق تسجل full HD لازم تحط 3500 نفتح البرنامج 3500 طبعا هذي راح تسجل full HD و راح تسوي stream full HD بس أهم شي ان يكون سرعة النت عندك أكثر من 3.5 ميجا بس للأسف ال connection عندنا في الشرق الأبسط أبو كلب وأغلب الناس ما تقدر تشوف stream full HD إلا إذا كان عندك خيار الجودة أنا ما عندي خيار الجودة إذا كنت مثلي توكو بادي live stream وما عندك عدد كبير من المشاهدين وما عندك خيار الجودة راح يكون خيارك شوي أقل راح نخليه أن بالنسبة لي 1400 ما أشوف أحد يشتكي في تويتش منها بس المشكلة إذا سويت 1400 اللي أسجله في live stream ما راح يكون quality لحقه عالي وهذا مشكلة اللي أنا واجهه حاليا ف1400 راح تسوي stream وستريم ما راح يقطع وراح يكون واضح والكل يستمتع في المشاهدة بس إذا تبغى تسوي stream HD خليه 3000 إلى 3500 واحد بين الأرقام هذه على حسب ال connection اللي عندك أو تختار بين 1800 إلى 2500 إذا تبغى 720 فهذه خيارات الجودة فننتقل حين معكم إلى خيارات الصوت طبعا حق stream أنصحك أنك تستخدم AAC وراح يكون حجم التسجيل للفيديو خفيف ما راح يكون ثقيل والفورمات يعتمد على فورمات جهازك طبعا حق تعرف الفورمات اللي تستخدم في الجهاز اللي عليك تسوي تروح وتروح sound وتروح مثلا recording نترى هذي أنا عندي blue snow أروح advanced طبعا تشوفون 4400 هيرتز هذا الرقم لازم تسوي كل البرامج اللي عندك بهذا الرقم لأنك إذا خليت مثلا خليت هذا 4100 وجيت خليت هذا الرقم 4800 راح يتواجه مشاكل في الصوت عرفتم كيف؟ إذن أحيانا تكون الصوت يطلع في زنه ماله الداعي لازم تسوي هذا الرقم الفورمات لازم يتساوي في كل شيء وأنا أنصحك تروح معي 44.20 كيلو هيرتز أو 44100 هيرتز حق لا تواجه مشاكل وطبعا إذا تبيت تحكم بجودة الصوت مال المايك وهذا كل ما تفعل الرقم يكون تزيد الجودة على حسب المايك اللي عندك وكل ما نزل الرقم يتقل الجودة بالنسبة لي أشوفه 128 شيء ممتاز وطبعا لازم يكون استيريو أو إذا كان المايك اللي عندك ممتاز وسجل صوت جبار خليه حاول تجرب شيء بين 190 و160 ما أصحك تروح فوق مرة عالية فتقريبا هذا كل شيء شباب عن الصوت وعن الفيديو ننتقل إلى الـ settings حق اللايف ستريم طبعا تختار هنا لايف ستريم أو تبيه أو تبيه على حسب بس إذا تبغى تسجل أو تبغى تسوي لايف ستريم عندك الخيارين وإذا كنت تبغى تسوي على تويتش إذا كنت تبغى تسوي على اليوتيوب هذا في يوتيوب جايمينج طبعا اليوتيوب جايمينج الحين ما عندهم سيرفرات ممتازة فالش تسوي توحي الكاستم تحط الرابط الموجود في اليوتيوب جايمينج وتحط موجود لنا رابط حق السيرفر وتحط الرابط حق الكود وتسمونا key key stream لو حتوفه في تويتش طبعا خلنا رويكم طبعا الـ key stream وين تتلقاه خلنا ندخل تويتش عندي تويتش يمكن الفيديو بكون شي طويل يا عيبس تحمله ندخل على داشبورد ندخل على ندخل الـ stream key طبعا التضغط على stream key راح رويك اياه انا مقدر بكم يا رحين لان اي واحد راح يشوف هذا المفتاح راح يجعل استوي stream في القناة والماضي حشي يصير بس علمتكم وين تقدر تلقاه تروح الداشبورد تلقاه stream key تنسخه وتحطه في البرنامج وراح يزبط ناك طبعا السيرفر عن الصراحة في شرق الاوسط نادرة اي سيرفر يزبط بالضبط هل راح يكون مع لندن هل يكون في سيرفر ثاني ممتاز ما ادري بس حاليا انا في امريكا واستخدم دلس اقرب سيرفر عندي في دلس واستخدمه ونكون ناشين عندي ممتاز وطبعا هذي auto reconnect مثل اذا فصل عندك live stream وتبغى يرجع تخلي هذي صح و auto reconnecting timeout يعني مثل عندك خمس ثواني ويرجع مرة ثاني stream وطبعا هذي مكان تخزين الملف مع stream وهذي خليها ما تحتاجها ما تحتاجها ما تحتاجها ما تحتاجها اللي بعدها حاليا انا اخذ من القاتل game capture اخذ 1920 1080 1080 حق ال full HD بس ان اسوي down scale الى 720 حق لما اسوي live stream يكون stream واضح وطبعا اسوي 30 frame اذا انت عندك الايقاطق الجديد وتبغى تسوي 60 frame او استجل 60 frame تخليه 60 طبعا راح يكون 60 حجم الفيديو اكبر وصعب الناس تشوف في اليوتيوب لان ال connection شوي ابو كلب وحتى ال stream راح يكون شوي صعب اللي اذا كان ال connection عندك شي جبار شي ثاني او اذا كان عندك خيارات الجودة بس يمكن في اليوتيوب تقدر تسويها واذا شاهد احد الفيديو ينزل الجودة راح يزبط معهم فهذا الخيارات الموجودة هنا تروح ال audio هنا ال audio لازم فيه شي معين تعرفه طبعا اول شي تختار المايك اللي عندك اذا اعتبي وتخلي هذا على ال default حيث تاخذ اي صوت يتخلي في سطح المكتب تقدر تاخذه في الفيديو وتسجله اذا خليت على ال default بس اهم شي عيالة هذي ال 1400 اللي تشوفونها مو نفس 1400 ميلي ستريم من قبل شي هذي تأخير صوت المايك المايك تحط 1400 لقاته فيه تأخير مدة ثاني واربع اجزاء من الثاني او 1400 ميلي سكند لازم تخليها 1400 حق توازن الصوت مع ال game play لما اذا تلعب تبغى الصوت وتوازن مع ال game play لازم تكون 1400 ميلي سكند و هذي طبعا شي راح نسوي شي نفس هذي الرقم راح نحطه في الكام حق توازن بين الشيين فتخلي 1400 راح يوازن لك الصوت مع ال game play لما تسجل راح تشوف كل شي متناسق مع بعض و طبعا هذي الخيارات كلها ال disk boot هذي تخليه واحد اثنين او واحد نفس شي ما تفرق معاك لان هذا الصوت اللي ياخذه من سطح المكتب راح حجم الضخام اللي حقه و هذي المايك حرك بين مثلا ال واحد و الخمسة حاو تتحكم فيه تجرب المايك على حسب دقة عندك طبعا البوست راح يعطيك الضخامة في الصوت كل ما ارتفع الرقم راح يكون الصوت شوي اضخم بس عادة ان انا خليه واحد و خليه هذي اثنين يكون بالنسبة لي ممتاز يعني ماشي معاي بس انت يجرب عندك كلها تعتمد على تجاربك و على حسب جهازك و اعداداتك في الجهاز فخيارات الاخيرة ننتقم معاكم الى هذي الخيارات خلي هذي صاح و نورمال 400 راح تكون هذي عادي اهم شي في الفيديو يعيال اذا حطيت انت البرنامج راح يقول لك هاي خلي بدل الهاي مين هذي اهم شي والكي فريم حق التوافق مع تويتش خليها ثنين انا ما ادري ليش يخلون هذي الكي فريم ثنين ما ادري شو السبب بالضغط فيها ما ابي اتفسف عليكم ما اعطيكم شي مراسي بس اعدادات تويتش يقول لك خليها ثنين و اتوقع حتى اليوتيوب اذا ما خبرني وهذا الاشياء ما دانيه ما دان فيها اي شي وبس تقريبا هذي الاعدادات كلها حق السيدنجز للأو بي اس فننتقل معاكم الحين الى السينز خلينا ننتقل نفتح معاكم سينز جديد نكتب هات سين نكتب عليه يوتيوب يوتيوب يا حبيبي طبعا السينز فاضي ما في اي شي نجيلة سورسز نضغط يمين انا حاب اضيف الگاتو game capture نكتب عليها فيديو capture device نكتب عليها الگاتو حتى بالعربي يستقبل عادي وتختار الگاتو من فوق وطبعا اذا تبغل تتحكم في الجودة خليها عادي لا تتحكم فيه اي شي لانك انت متحكم فيه في settings من داخل فهذه ما دانيها فتضغط ايش بس شوف هنا في نقطة لازم تعرفها اذا تبغل ياخد الصوت كامل من الگاتو يعني تبغيها الصوت عالي تخلي هذا مئة بالمئة بس بالنسبة لي اخليها بين ال 50 وبين ال 60 احيانا 70 على حسب اللعب اللي العبها اذا تبغى ترفع الصوت مال اللعب او تنزل تتحكم فيه من هذا الشي مثلا نخلي 50 نحن حاليا نخلي 50 معانا 50 معانا 50 خلي 60 يمكن احسن بس 50 لحق بس اعلمكم الوضع اللعب هذي القاتو زبطت معانا لحين نجي معانا الى مثلا الكام اذا عندك كام تبغي تحط الكام تكتب كام وتختار الكام اللي عندك انا عندي هذي اللوجي تيك اي سمونا تقريب الناس سميه لوجي تيك اللي مهم تختار الكام ولا تخليها اشيدي لان رح تاخد عندك حجم كبير في الرندر و في الرام و في مال هداعي ننزلها خليها 640 400 او الحجم اللي تبيه و 30 فريم او تبغي تنزل فريم ما يفرق معك طبعا نتضغط اوكي الصوت مرح تاخد من الكاميرا فما تحتاج تحكم فيه اساسا فنضغط حاليا بريفيو نشوف الكاميرا طبعا ان المحلي مو مع الكاميرا صحفة بتشوفون الفيديو شوي خطأ او ستتنك زحقي موضوع انه بتشوفون عبو كلب شوف كيف وجهي يا سلام كبير المهم نضغط ادتسين انجل البرنامج نتحكم في الانربي طبعا هدا الموقاس مو عدل خليني اغيره هذا 640 ثانية ما 360 تخليها بالعرض حلو ونكبر الشاشة شوي طبعا اذا ابي اتحكم في المسافة هل كده ايوة كده ممتازة زي ما تشوفون نحن هذا الكام تبت تحطه في اي زاوية تبت تتحكم فيه مثلا القاته تبت تتحكم في الحجم بعد تضغط على ايدتسين وهي تتحكم في الحجم كامل خلي full hd والله full screen وتحطه هذي في الزاوية فوق او الزاوية تحت خلني ارويكم شي ثاني في هذا برنامج ممتاز طبعا اووو نسينا شي مهم الكام لازم تخلي التأخير في حاجة توافق مع اه الصوت والكام والجامبلاي في نفس الوقت قلنا نتخلي 1400 نفس الشي تخلي 1400 الصوت راح ينتج تثبط معك 100% و راح تتحكم في الموضوع وكل شي بيكون معك مزبوط الجامبلاي وصوتك والكام كلهم يكونوا مزبوطين فهذي تقريبا كل شي هذين خلني نشوف الخيارات الثانية اللي عندك اميج مثلا تجد تحط صورة من سطح المكتب ان حط صورة للاحتياط ارويكم اياها اه هذي اوبن شوف هذي كنت لاستخدموا الى وقت القديم حقي في القناة فتجد تحط صورة اي محل تبيها تجد تتحكم في محل الى تبيه ان حاليا حطها هذين ممتازة و الفيديو ما عجبني محله خلي مثلا نفتح كالوفيديوتي ولا بلوتبون ان حاليا يمشغل ايه بلوتبون الكام ابي محلها فهذه المنطقة صغرها شوي يكون موضوعها ممتاز كدا شي ثاني خلينا نتذكر فيه اذا فيه شي نسيته وطبعا تجد تصور الشاشة اذا تبغى تصور الشاشة كامل حط مثلا الشاشة نصور من تويتش اوكي هذا ياخد بس برنامج تويتش اذا بيحطه واشيلي كدا خلنا نسوي حركة ثانية بعد ارويكم اياها انا ااخد مونيتر كبشر هذي استخدم معايتم في live stream اوكي خلنا اشيلها ونزل محلها طبعا كل ما ارتفع الشي رح يكون قدامك عندك في الشاشة كل ما نزل رح يكون تحت يعني يكون ورا مثل قاتو خلاص ما يكون شي هو وراه مدعوس اخر شي موجود عندي فهذي تنزلها شوي order move down حق وهذي بعد move down حق الكاميرا تكون فوق الصورة وفوق overlay move down مرة ثانية وتضغط فحاليا اقدر اتحكم في هذا الشي في التسجيل يبين كيف كل شي فوق بس انه طبعا تشوفونا متكرر انتون ما هو شي جيد فخلنا نوقف ال preview وطبعا عندك زر stream وزر record تقدر تسوي كل واحد مختلف عن الثاني مرة stream ومرة record على راحتك يعني انت إذا تبغى تسجل ولا تسجل وتسجل في نفس الوقت فتقريبا هذا كل شي عن OPS بالنسبة لهذا برنامج شي جبار وتقدر تختار مو وفي شي طبعا تكتب تكست وهذي CLR browser هذا هو الوضع اللي تجيك من Twitch مثلا اذا حتى ولك متابعة او شي اذا تريدون اشرح لكم مياه فيديو ثاني منفصل كيف تسوي هذا الشي عطوني رأيكم في التحديد واشرح لكم مياه بالتفصيل لان هذي يبيه الفيديو ثاني لان شوي حركاته طويل وفيه تعقيد فتقريبا شباب هذا كل شي عن OPS تكلمنا عن الجودة والصوت وكيف تتحكم في Scenes وتتحكم في Sources واشوف افضل اعدادات بالنسبة لك اتمنى شرحي كان وافي وما كثرت عليكم في الهدرة وتكلمت كثير وبسرعة اتمنى شباب اعجبكم الفيديو لا تنسى Like & Subscribe ولا تنسى Share حق الناس تستفيد من هذا الفيديو واللي حابين يبتدون يسجلون او يسوون Live Stream يستفيدون من هذا الفيديو ونشكونا على اخر الفيديو الجاي السلام عليكم